فعل أكل يأكل هو منجاري منجاري لكي نصرفه في الماضي القريب ونقول أنا أكلت تكون ومنجاتو كما لاحظتم هذا الزمن مركب من كلمتين اتنتين ومنجاتو أو تكون فعل الملكية أغيري مسرف في الحاضر ويسمى فعل مساعد أو زيلياري ومنجاتو تسمى اسم المفعول وأرتشي بيوب بصاتو سأعطيكم فقط سيغة الماضي القريب ثم سأشرحه في درس القواعد شرحان مفصلا إذن سيغة الماضي القريب في اللغة الإيطالية هي لتكون من فعل مساعد ويكون إما فعل الملكية أغيري أو فعل الكينونة أسري زائد اسم المفعول فارتشي بيوب بصاتو للفعل الأصلي فعلت درس خاص بفعل الكينونة ستجدون الرابط في أعلى الفيديو ثم فعل الملكية سأعمله في الدرس القادم إن شاء الله لابد من مشاهدتهما لأنهم درسين مهمين إذن أنا أكلتو هي ومنجاتو معنا كلمة جديدة وهي أبانا هو ضرف زمان أدفربيو تعني للتوي في العربية لكي نقول لقد أكلتو للتوي لقد أكلتو للتوي بعد قليل أبانا منجاتو أو أبانا منجاتو تذكرون فعل شرحة يشرح جيد سبيغاري اسم المفعول لفعل شرحة أي البرتشيبيو باساتو هو سبيغاتو سبيغاتو إذن كيف نقول أنا شرحت مسرفة في الماضي ممتاز أو سبيغاتو أو سبيغاتو كيف نقول لقد شرحتو للتوي أي شرحتو بعد قليل ممتاز أو أبانا سبيغاتو أو أبانا سبيغاتو تذكرون السبب كلمة السبب بالإيطالي جيد الموتيفو الموتيفو إذن كيف نقول لقد شرحتو للتوي السبب لقد شرحتو للتوي السبب ممتاز أو أبانا سبيغاتو الموتيفو أو أبانا سبيغاتو الموتيفو فعل فهي ما يفهم هو كابير رددوا معي كابير كابير كيف نقول أريد أن أفهم هيا تريد أن تفهم ممتاز ممتاز أريد أن تفهم أريد أن تفهم أي شيء ممتاز لا يريد أن يريد أن تفهم أريد 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 أن تفهم أن تفهم آريد أن يتفهم ممتاز أريد أن تفهم لأستعمار سيغةwu الاحترام مثلا لقد تحددت مع حضرته أو حضرتها للتو كون لاي لكن لاحظوا في الكتابة أل بحرف كبير كون لاي هي مع حضرته أو حضرتكم أو حضرتها يعني صيغة الاحترام نقول كون لاي لكن أل تكتب بحرف كبير كيف نقول لقد تحددت معه البارحة جيد كلمة ريكواردو هي أدفربيو ضرف تعني بخصوص أو بشأن كلمة المشكلة هي لاحظوا كلمة تنتهي بحرف أ لكنها اسم مذكر لا نقول هذا خطأ شائع يرتكبه أيضا الإيطاليين لا نقول لابروblemا نقول إل PROBLEMA إل PROBLEMA كيف نقول بخصوص المشكلة أو بشأن المشكلة جيد ريكواردو إل PROBLEMA أو يمكن أيضا أن نقول ريكواردو دي ال PROBLEMA ريكواردو إل PROBLEMA ريكواردو إل PROBLEMA ريكواردو دي ال PROBLEMA كيف نقول لقد تحدثت معه لتو بشأن المشكلة أو بخصوص المشكلة خدوا وقتكم للتفكير جيد أو أبنى ببارلاتو كلوي أو أبنى ببارلاتو كلوي بشأن المشكلة ريكواردو إل PROBLEMA ريكواردو إل PROBLEMA معانا فعل جديد هو يكتشف بالإيطالي سكوبرية ريكواردو معي سكوبرية سكوبرية إسم المفعول أي الPARTICIPIO PASSATO للVERBO سكوبرية هو سكوبرتو سكوبرتو كيف نقول لقد اكتشفتو لتو لقد اكتشفتو لتو جيد أو أبنى سكوبرتو أو أبنى سكوبرتو أو أبنى سكوبرتو كيف نقول لقد اكتشفتو لتو السبب لقد اكتشفتو لتو السبب سكوبرتو الموتيفو أو البركي أو أبنى سكوبرتو الموتيفو السبب الرئيسي هي الموتيفو PRINCIPALI كلمة PRINCIPALI تعني الرئيسي السبب الرئيسي الموتيفو PRINCIPALI رددو معي الموتيفو PRINCIPALI لنستخدمه في جملة الآتية كيف نقول لقد شرحتو للتو السبب الرئيسي لقد شرحتو للتو السبب الرئيسي سهل جدا ممتز ممتز أو أبنى سبيجاتو الموتيفو PRINCIPALI أو أبنى سبيجاتو الموتيفو PRINCIPALI تدكرون كلمة أو مستلح الحقيقة جيد LA VERITA كيف نقول لقد اكتشفتو للتو الحقيقة لقد اكتشفتو للتو الحقيقة ممتز أو أبنى سكوبرتو la VERITA كيف نقول لقد اكتشفتو المشكلة الرئيسية هنا لقد اكتشفتو المشكلة أو المشكل الرئيسي هنا فكروا جيدا لقد اكتشفتو للتو أبنى سكوبرتو المشكل الرئيسي هنا il problema principale qui أو أبنى سكوبرتو il problema principale qui أو أبنى سكوبرتو il problema principale qui فعل وصل يصل هو ARRIVARE رددوا معي ARRIVARE هو فعل الحركة لكي نصرفه في الماضي نقول أنا وصلت sono ARRIVATO نصرفه مع لوزيليار ESRI مع فعل الكينونة ليس فعل الملكية لأن ARRIVARE هو فعل الحركة هنا il participio passato اسم المفعول يتغير بتغيير الفاعل مثلا إن كانت أنت تقول sono ARRIVATA sono ARRIVATA إن كان مُدَكَّر مُفْرَد مُدَكَّر يقول sono ARRIVATO sono ARRIVATO لكي نقول وصلت البارحة هي sono ARRIVATO IERI sono ARRIVATO IERI تذكرون كيف قلنا لا يمكنه لا يمكنه جيد non puo non puo كيف نقول البقاء هنا جيد كيف كيف نقول لقد اكتشفت للتو لماذا لا يمكنه البقاء هنا اليوم يمكنكم أن توقفوا الفيديو وتفكروا في الإجابة على مهلكم لقد اكتشفت للتو لماذا لا يمكنه البقاء هنا لقد اكتشفت للتو أو أبنى سكوبرت لماذا لا يمكنه برك non puo برك non puo البقاء هنا اليوم ستاري كويوجي أردنا أن نقول التواجد هنا اليوم أسر كويوجي لنرد المال أو أبنى سكوبرت perché non puo esseri qui أو أبنى سكوبرت perché non puo ستاري كويوجي تذكرون كيف قلنا بخصوصي أو بشأني جيد riguardo 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 تذكرون كيف قلنا ماذا حصلا جيد كوزي كوزيسو تشيسو كوزيسو تشيسو كيف نقول لقد اكتشفت للتو الحقيقة بخصوصي ما وقها البارحة لقد اكتشفت للتو الحقيقة بشأني ما حصل البارحة فكروا جيدا بخصوصي να La scorsa notte Ho appena spiegato il problema principale riguardo cos'è successo la scorsa notte ma non vuole capire. Ho appena spiegato il problema principale riguardo cos'è successo la scorsa notte ma non vuole capire. Aggiutza fa'o il ma'ahad al so'al nel saqifih al saqadima bihawlillah.